في ظل التصعيد الإقليمي المتزايد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن انشغال الأجهزة الأمنية في ثل أبيب ببحث كيفية التعامل مع تزايد نشاط الضربات القادمة من العراق حيث يأتي ذلك بعد ارتفاع الهجمات بالطائرات المسيرة بنسبة 15% خلال الأشهر الأخيرة والتي تحمل بصمات الفصائل المسلحة العراقية وخلال الليلة الماضية اعترض سلاح الجو الإسرائيلي طائرة مسيرة كانت متجهة إلى إسرائيل أطلقتها فصائل عراقية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم بحسب صحيفة معارف الإسرائيلية فيما أشارت التقارير الاستخباراتية الإسرائيلية إلى استخدام إيران العراق كمنصة لإرسال صواريخ باليستية مخبة داخل صهاريج المياه أو النفط مما يثير المخاوف من تصعيد عملياتي قد يستهدف مواقع إسرائيلية أو أميركية المصادر الإسرائيلية أكدت أن تل أبيب وضعت خطط تصعيدية تبدأ باستهداف البنية التحتية والمنشآت العراقية وصولا إلى عمليات اغتيال شخصيات بارزة في الفصائل المسلحة مشيرة إلى استخدام أساليب مشابهة لما حدث في سوريا بالمقابل حذر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط من تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة من العراق والتي قفزت من ست هجمات فقط في أغسطس إلى تسعين في أكتوبر مع تسجيل أكثر من خمسة وستين هجمة منذ مطلع نوفمبر ورغم وصف إسرائيل هذه الهجمات بأنها إزعاج عملياتي أكثر من تهديد استراتيجي إلا أنها ترى في التصعيد الحالي رسالة واضحة من إيران عبر وكلائها وتعمل تل أبيب بالتعاون مع واشنطن على تعزيز دفاعاتها بينما تحاول الحكومة العراقية احتواء الأزمة عبر قنوات دبلوماسية مع طهران ووسط هذه التطورات يبقى المشهد مفتوحا على احتمالية تصعيد سريع في وقت تسعى فيه إسرائيل لضمان عدم تحول العراق إلى جبهة جديدة تهدد أمنها القومي اشتركوا في القناة